السلام عليكم معكم احمد حتاحت بالفيديو اليوم هنتكلم عن اهم الخصائص للخطوط البيانية هحدد الشارت التبعي اعمله بسرعة نحدد البيانات اعمل ALT F1 طبعا دي انتبه ما حدد اسماء الاعمدة لان الاعمدة ما لداتاش هنتنزل بالشارت فبيعملي الشارت التبعي بشكل سريع عندي شهر واحد لشهر تسعة ما بدي شارت ستيجل هعمله نقي شكل من الاشكال الاساسية بإكسل هات الشكل الجيد وهلا هقوم بتعديل على الاعدادات تبعه وشوية خصائص له فحوق ايفون عالشارت تبعي فلما حدده بطلع لي نوافذ خاصة بالتعديل عليه فممكن نغير نوع الالوان المستخدمة ممكن نختار هاد فيني اختار بشكل سريع انه يعملي شارت ستيجل فو والليجند تبعي اللي هو الالوان المستخدمة كمجمل ربح فلو عندي مجمل خسارة بتلاقي لون تاني ازرق مثلا جنبه هاي شغلات سريعة ديفولت اعدادات سريعة للأكسل للشارت بعدين ممكن اني عدل بيدي اعمل اعد شارت المنت هو انه مثلا عندي الاكسات والوايات فلو ضغط انه يعملي الوايات تبعي فبيحطلي رأسا القيام على اليسار لو رحت على الالكسس فهو بيعملي اعد للالكسس تبعي شو الالكسس اللي هو عنوان الاشهر تبعي يعني مثلا دول الاشهر عنوانه للفترة فهاد بيكون اسمه الفترة بس ما اني حددت وعملت كويك شارت انا عن طريق الشارت كات بلوحة مفاتيح فما اخذ هالاشياء هو المفروض انا حددها برجع لاد شارتس المنت في عندي data label اللي هي الارقام الظاهرة على الاعمدة ممكن اختار اماكنه وممكن اختار عظم ظهوره حتى فانا بحب عطا ساوية outside end حددها روح حتاب home اعمل لون الخط اسود ممكن نكبره حتى برجع على design add charts element ممكن اعمل data label اعمل ال data اللي عندي كانت ضمن الجدول حط مثل الجدول الصغير تحت الجدول تبعي في عندي انه خيار ما اختار الجدول خيار اختار الجدول مع اظهار اللون تبعي فلو عندي اكتر من data لنا ارباح وخسائر وهيك بيقول لي series 1 مثلا الارجواني هو مجمل الارباح الازراء series 2 هو مجمل الخسارة فبغضوح لي الاشياء وممكن احطي ليهم بالألوان بس data تحت بعض بيجي على grade line هي خطوط عرضية او طولية او مع بعض فعندي خطوط هاي بالعرض بعرف المستويات او خطوط بالطول تعطيني شكل احلى ممكن بيجي بعدين على legend اللي هو بيظهر لي انه انت هذا اللون اللي هو الاجواني حاليا لون الارباح لون الخسائر ممكن احطي لي legend على اليمين فوق يسار او تحت وفي شي اسمه thread line thread line هو مدى التغير يعني مثلا بياخد المتوسط متوسط طبعون وبيمشي فيه هون متوسط بلش من هون متوسط الارباح كلها هون مكانه بالشهر الاول متوسط الارباح بالشهر اثنين هون مكانه هون فبقلي انه مفروض يكون على الاقل هون ماشي انا فعندي هاد الشهر هاد الشهر مجايبين حتى متوسط ارباحي هلا في عندي شغلة تانية هي select data هي select data هي ال data اللي يداخلي ضمن الشارتز فلو انا صار عندي مثلا شهر عشرة فيه ارباح تقريبا 39000 فهاد لما ضفته انا ما نضعف الشارت تلقائيا بالشارت تبعي كيف ممكن نضيفه بقف على الشارت بروح على design select data legend entries هاد مهمته انه يحدد لي range data تبعي حتى شوفه هون في خط النقط عن ال data اللي داخله بالشارت فلو عملت له edit هيقلي series name تبعك ممكن عبقلي series one series two series كده فعبقلي هاد series شو عنوانه هو فلما وقفت هون على هاد المستطيل كبست على هاي معنات اني حدخل خلايا هاي الخلايا هي قيمة اللي بده ايها هو فانا series تبعي هو مجمل الارباح نزله بعدين عابقلي ال data تبعك شو range تبعه هو هاد الرنج اللي بعرفه لا انا بطو اضيفه عليه فاما بحدد الخلية وبزودة واحد سوية اطناعش او ممكن شيله كله وحط واحد جديد وقف هون وحدد كل هاد ما لازم حددوا القديم موجود بيصير بيحطهم فوق بعض ورأسا نشفنا ال view تبعنا ورأسا ندخله بس ما دخل الاسم تبعه لان هلا هنحدد الاسماء فلما قدت له اوكي نزل اسمه مجمل الربح ونزلت ال data كله هلا نجي على الاسماء بعمله edit بقلي رنج الاسماء تبعك هو هاد هقل له محي وحط لي هاد الرنج الجديد قل له اوكي دخل رأسا الرنج تبعي قل له اوكي هلا هروح على add charts هقل له على chart title وحط لي اهم فوق او حط ليها وما تخلي له مساحة خاصة فيه خلي كل ال data مع اشيه وطبعا فين يعدل عليه مباشرة لو كبسنا ارتين وعدلت هاد كان خصائص على الخطوط البيانية كيف ممكن عدله وكيف ممكن نضيف واين بعض البيانات واخيرا كيف ممكن عدل البيانات لداخلي ضمنه كان معكم احمد حتاحد